موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن يا شباب مع الجزء الثاني من حل أسئلة أتدرب وأحل المسأل وصلنا السؤال هون بيقول لي أجد زاويتين أحدهما قياس هموجب والأخرى قياسها سالب وكلتا هما مشتركة في ظل الانتهاء يعني بيحكيين عن الزوايا المشتركة تمام؟ تمام إذن بدي زاويتها مشتركة هنا أنا أقول لك طريقة سريعة جدا 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 إيش هي لو تتذكر؟ ممتاز بزيد 360 وبنقص 360 متى؟ إذا كانت الأسئلة بالدرجات إذا كانت الزاوية المعطاة أصلا بالدرجات بزيد 360 أو بنقص 360 طيب وإذا كانت الزاوية المعطاة بالرديان ممتاز بزيد 2 باي أو بنقص 2 باي تمام؟ تمام نبدأ الآن يلا إذا أعطاني 50 شو أعمل؟ قل لك أول خطوة بزيد 360 طيب 50 مع 360 قداش بتصير؟ بتقول لي يا أستاذ بتصير 410 موجبة؟ موجبة إذا هاي إجابة صحيحة طيب الزاوية الثانية بأنه طلب زاويتين وحده موجبة وحده سالي الزاوية الثانية بنقص 360 وبشوف 50 ناقص 360 بتقول لي ناقص 310 يا أستاذ بقول لك سالبة بتقول لي سالبة بقول لك ممتاز بنكون هيك حلينا أول واحد يعني الخمسين والاربعمية وعشرة والسالب 310 جميع هم مشتركي بنفس ضلع الاش الانتهاء حلو خلصنا الأولى نيجي للمية خمسة ثلاثين أول واحدة بزيدها 360 بعدين بنقص منها 360 طيب 135 زيدها 360 خمسة وصفر خمسة ثلاثة وستة تسعة واحد وثلاثة أربعة يعني 495 درج طيب 135 بدي نقص منها 360 باعتبرها 360 ناقص 150 بس بحط الإشارة إيش سالب تمام رح كتب لك يا هون مع العلم مسموح لك بالآل الحاسب ما في مشكلة بس ما في مشكلة أنا أشرح لك إياها صفر ناقص خمسة لا يجوز فهاي بتصير خمسة وهاي في المقابل بتصير عشرة عشرة ناقص خمسة 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 ناقص ثلاثة اثنين ثلاثة ناقص واحد اثنين لكن بالإشارة الإيش السالب إذا الجواب عبارة عن سالب كم مية امتين وخمسة وعشرين نمسح هاي عشان نحل السؤال اللي بعده تمام تمام طيب مثل ما حكيت لك الآلة الحاسبة تمام المفروض انه يسمحوا لكم باستخدامها لأنه تم السماح فيها في التوجيه عشان تتدرب عليها طيب 1290 1290 أول مرة باجي بشي بزيد عليها 360 بصير فباجي بجمع صفر وصفر تسعة وستة خمستاش خمسة ومائي واحد واحد واثنين ثلاث وكمان ثلاث صارت ستة والألف بظلزمه يعني 1650 وإجابتك صحيحة مية في المية طيب باجي على الحال الثاني بطرح 360 المفروض اذا طلع معي جواب سالب بغضو إذا ما طلع بظنى أطرح 360 لحده ما احصل على جواب سالب بظنى ما عندي مشكلة قد ما بدك شير 360 قد ما بدك زيد 360 المهم يطلع معك واحد جواب موجب وجواب ايش سالب طيب 1290 يما تشير منها 360 في الحال الأولى هل بيعطيك 930 هل أصبحت سالبة باجي باقي بقولك طيب شيل منها كمان 360 هي ناقص 360 تمام؟ تمام طيب 930 ناقص 360 شو بعطيني الجواب؟ بعطيكي الجواب 570 هل أصبحت سالبة؟ بتقول لي لا بقول لك شيل منها كمان 360 شو صارت؟ بتصير 210 هل أصبحت سالبة؟ بتقول لي لا بقول لك شيل منها كمان 360 كم بتصير؟ بتصير سالب 150 درجة هون أصبحت سالبة إذا تقدر تأخذها طب أستاذي هل بشرط أخذ هاي 1650 طب أنا بقدر بدلا ما أظن أجرب السالب بقدر أخذ هاي تعتبر صح وهاي صح وهاي صح هذولا جميعهم صح للموجبات يعني 210 صح للموجب 570 صح للموجب 930 صح للموجب و 1650 صح للموجب لكن السالب كم أول واحد بيتقابلك؟ بتقابلك اللي هي سالب 150 إذا لازم يكون جواب عندك موجب وجواب سالب كيف أحصل عليه؟ يا إما بظنة أزيد 360 يا إما بظنة أنقص 360 طيب سالب 150 بنفس الطريقة زيد 360 بتصير 210 هل حصلت على رقم موجب؟ نعم هاي أخذنا اعتمدنا نقص منها 360 كم بتصير؟ بتصير سالب 510 هل حصلت على جواب سالب؟ نعم وقف ما في أي مشكلة تمام؟ إذا هاي طريقة حل الجزء الأول إما يكون معطيني بالدرجة طيب يا أستاذي وإذا كان معطيني بالرديان سهل جدا قلت لك بدك تعمل حركة أنت قاعد مسموح لك 2 باي صح؟ 2 باي هاي 2 باي على واحد يعني يا بزيد 2 باي يا بنقص 2 باي أنا بدي أسهل الموضوع على نفسي عشان أتجنب موضوع توحيد المقامات ويصير صعب الموضوع علي شو بسوي بجهز الرقم اللي بدي أياه كيف؟ الرقم اللي هون عندي 6 فبدل ما هو على واحد أخليه على 6 بطر أضرب فوقي بستة وتحت بستة يعني شو سيصير هذا؟ سيصير 12 باي على 6 إذا كل مرة يا أما بزيد 12 باي على 6 يا أما بنقص 12 باي على 6 طب هذا دائما؟ لا هذه الحالة بس اللي هي لأن المقام تبعها 6 طيب هاي المقام تبعها قديش؟ المقام تبعها 4 يعني 2 باي هاي شو بده تصير؟ 2 باي على واحد بدي أضرب فوقي بأربعة وتحت بأربعة شو راح تصير؟ راح تصير 8 باي على أربعة إذا كل مرة يا أما بزيد 8 باي على أربعة يا أما بطرح 8 باي على أربعة ممتاز اللي بعدها 2 باي على واحد بدي أضرب فوقي 12 باي على 12 شو بيصير؟ 24 باي على 12 فبس شيل بزيد 24 باي على 12 أو بنقص 24 باي على 12 اللي هي نفسها 2 باي طيب هاي قديش 6؟ هاي نفس اللي حلنا هون اللي هي قديش؟ اللي هي 12 باي على 6 إذا كل مرة يا بزيد يا بنقص كم؟ 12 باي على 6 طيب نبدأ أول واحد الحال الأولى باجي بدي أزيد 12 باي على 6 شو بصير الجواب؟ لاحظ انه 6 تحت مشتركة ثابته 11 باي و 12 باي شو بصير في الاندي الجواب؟ يصب ألي 23 باي موجبة؟ موجبة اعتمدها الطيب الزاوية الثانية شو بدي أعمل؟ بدي أنقص 12 باي على 6 من كم؟ من 11 باي على 6 طيب شو بصير الجواب؟ يصب الجواب سالب باي على 6 جواب سالب جواب سالب إذا ان بقدر أعتمده هذا الزاويتين اللي هم نفس اللي انتهى طيب، نجمال اللي بعدها سالب باي على 4 أقص ممتاز معي ثماني باي على أربعة على اربع. كتاب๊ كتابلا. البعض خطا عليك، ذريعة النقص اثنين باي هذه اربعة وأشتري أنها ب Sisters. الآن بنفس الطريقة زيدين باي الذهاب ع viele 아ربع نقص اربعة وعشرين باي على اطناش. طيب نقص باي على اطناشة وزيد ع copper 24 مش بصر عندي ثلاثة وعشرين باي على ايا مستolandica celle هي من ازودها لماذا؟ لان انا عندي ناقص باي مطلوب باي ومطلوب 24 باي بظل مي 23 طيب مطلوب باي ومطلوب 24 باي على 12 واحدة موجبة واحدة ايش سالبة 7 باي على 6 مرة بزيدها 12 باي على 6 ومرة بنقص منها 12 باي على 6 طيب 7 باي و 12 باي شو صار عندي الجواب؟ 19 باي على 6 ممتاز 7 باي شين منها 12 ناقص 5 باي على 6 وهيك بكون حلات اسوأ الجزء اللي بعده وصلنا لطول القوس ومساحة القطاع قلنا طول القوس اللي هو اس القانون تبعه وار في ثيتا وار نصف القطر وثيتا بالرادين ومساحة القطاع اللي هي الا نصف ار تربيع في ثيتا حلو؟ نبدأ بالسؤال اللي موجود هون الار عندي 15 والثيتا واعن 1.8 لاحظ انها هي رادين فشو قاعد اقول لك؟ جد طول القوس اللي موجود عندي ومساحة الاش القطاع تمام؟ تمام طبعا هون القوس اللي بديه مش هادا الصغير هادا هيك قياس الزاوي فبعجي بقول له اس تساوي ار في ثيتا النصف القطر عندي قديش؟ خمستاش والثيتا عبارة عن قديش؟ وان بوينت ايت فبضرب خمستاش في واحد فاصلة ثمانية بضرب خمستاش في ثمانتاش بتطلع لي متين وسبعين بحط الفاصلة بطلع عندي الجواب سبعة وعشرين ولانه النصف القطر بالسانتيمتر اذا جوابه رح يكون سانتيمتر طيب الاريا المساحة نصف ار تربيع ثيتا يعني نصف ار اللي هي عبارة عن خمستاش تربيع والثيتا عبارة عن وان بوينت ايت طيب خمستاش تربيع ميتين وخمس وعشرين خليلي ايها عجنب نصف الوان بوينت ايت هلا لو كانت ثمانتاش بصير تسعة مع الفاصلة اصبح جواب عندي ميتين وخمس وعشرين كاني بدي اضروبها بصفر فاصلة تسعة هو وساوي كيف اضروبها اذا معك فايه الحاسبة اضروبه Bur När Thereى إذا ما معك فايه خمسة في تسعة خمسة وعربعين خمسة ومعي أربعة اثنين في تسعة talkin Влад بوينتاش وعربعة واثنينعشرين اثنين وماعي اثنين ثنين في تسعة ثمنتاش واثنين عشرين معي مثل المعي فاصلة عشرية أصبح الجواب ميتين واثنين ونص وبما أنها مساحة إذن سنتيمتر إيش مربع تمام معك آلة حاسبة احسب مباشرة ما معك آلة حاسبة استخدم طريقتي لإيجاد الحمل طيب بنفس الطريقة الزاوية 2.7 بالرديان جاهزة ثيتا 2.7 بالرديان وار 24 سنتيم يلا احسب للأس شو قلنا الأس R في ثيتا يعني 24 بدك تضربها في 2.7 بالعشرة وهي ساوي 24 وضربها في 27 تمام هاي 24 بدك تضربها في 27 4 في 7 28 8 مع 2 2 في 7 14 و2 في 16 خلصت السبعة حط مكانها 0 4 في 2 8 و2 في 2 4 اجمع 8 وصفر 8 6 8 14 4 مع 1 وهنا 6 لاحظ في عندي فاصلة عشرية واحدة بتنحط اذا الجواب عبارة عن 64 فاصلة 8 بالعشرة والوحدة عبارة عن سنتيمتر وبامسح وبامسح اللي عملت هون عملية الضرب لانه اذا معك آلة حاسبة بتقدر تحسبها بكل سهولة تمام تمام طيب ايش ضل علي ضل علي احسب الاريا شو قانون المساحة مص ضرب R تربيع اللي هو عبارة عن 24 تربيع في ثيتا اللي عبارة عن 72 طبعا هاي بدها آلة حاسبة عن جد تمام عشان تقدر تطلع الايش الجواب لكن الجواب مش صعب رح يطلع معك والوحدة رح تكون عبارة عن سنتيمتر ايش مربع تمام تمام نيجي السؤال اللي بعده الثيتا عبارة عن 4 والR عبارة عن 6 ونص وبدو اول شي طول القوس R في ثيتا يعني 4 في 6 ونص او 6 ونص في 4 اللي هي عبارة عن تطلع معك 26 26 ايش سنتي 6 في 4 24 ونص الاربعة 2 24 وثنين 26 طيب area كيف بحسبها نص في R تربيع اللي هو 6 ونص تربيع في 4 اللي هي الثيتا تمام نص الاربعة 2 بضل علي بس 6 ونص في 6 ونص تمام بيطلع معك الجواب برضو طبعا بالقال الحاسبة ما فيه اي مشكلة والوحدة عبارة عن سنتيمتر مربع تمام اذا نصف الاربعة اثنين في ستة ونص في ستة ونص اثنين في ستة ونص تلتاش تلتاش في ستة ونص اه عبارة عن اربعة وثمانين ونص تمام اذا هاي طريقة تحل الاسئلة لغاية سؤال قديش سبعة وعشرين طيب بنفس الطريقة الان بلش يضيف لي افكار بيحكي جاعد برضو عن مساحة القطاع لكن فكرة جديدة هلا هذا الشكل ايش يا استاذ هذا الشكل ما له اسم هذا انا مش متعود عليه ما في اشي اسمه في الرياضيات هيك ما في طيب شو الحل قال لك بسيطة شو شو بتسوي قال لك اول اشي بحسب مساحة الشكل الكبير هاي مساحة القطاع الكبير هاي اللي هو نصف القطر تبعه قديش اللي هو نصف القطر تبعه خمستاش والزاوية تاعته ون بوينت سكس بعدين بشين منه مساحة القطاع هاد اللي نصف القطر تبعه عشرة والزاوية برضو ون بوينت سكس عشان احسب مساحة الشكل شو باجي اقول له مساحة الشكل الاول ناقص مساحة الشكل الايش الثاني طيب نيجي على الشكل الاول شو مساحته قال لك نصف في ار تربيع الار قديش خمستاش في الزاوية الزاوية اللي هي قديش ون بوينت سكس هيك انت حسبت مساحة الشكل الاول الكبير هاده كامل هيك تمام تمام شو بدي اشيل منه بدي اشيل منه مساحة الشكل اللي صغير هاده ما بدي ايا انا اللي هو عبارة عن شو اللي هو عبارة عن نصف في ار تربيع اللي هو فعليا عشرة في الزاوية اللي هي ون بوينت سكس تمام تمام لاحظ انه النصف والوينبوينت سكس مشتلك في الطرفين بظل عندي خمستاش تربيع ناقص عشرة تربيع خمستاش تربيع ميتان خمس وعشرين اعشرة تربيع مية بصف عندي 1يا توفي بصف عندي 100 خمس وعشرين في نصف في 1. 6 يعني مية خمس وعشرين في زيرو بوينت ايت يعني أنا قاعد بحكي عمية تمام طبعا انت استحدث من الآل الحاسبة ما تستقدم الطريقة الاعت نا ان بحسبها انا عنده لان عنده بحسب من تلماذ يعني الرياضيات ذهنية بيقدر طلع الى التجواب تمام انت استخدم الآلة الحاسبة بيطلع معك الجواب مية في المية طبعا قاعدين نتكلم عن أريا وسانتيمتر يعني سانتيمتر مربع إذا مساحة الشكل هذا اللي أنا بدي إياه عبارة عن قديش عبارة عن مية سانتيمتر مربع حلو رجع حكالي احسب لي محيط الشكل ها طيب كيف بدي أحسب محيط الشكل هذا يا أستاذ قال لك بسيطة آه برضو ما عندي قانون يحسب فيه بس شو بأسوي طالع شو بأسوي بأجي هذا الجزء عبارة عن خمسة كيف عرفت أستاذ انه خمسة ماهو كامل خمستاش والجزء هذا عشرة فبصفهاي خمسة وهذا الجزء برضو خمسة حلو عندي هون لجناب هذو الخمستين شو ضل علي ضل علي القوش الصغير اللي سميناه 2 يعني S2 والقوش الكبير اللي هو S1 فمنيجي حكيلي عن محيط تمام المحيط اللي هو عبارة عن برامتر تبعه شو عبارة عبارة عن خمسة زائد خمسة زائد S1 زائد S2 شو هو ال S1 هذا الطويل اللي هو قديش اللي هو خمستاش الراديس والزاوية 1.6 و S2 وهي هاي النصف القطر تبعها 10 فصفت عندي كالتالي خمسة زائد خمسة اللي قديش 10 زائد كيف دي حسب ال S1 15 سانتي في 1.6 15 في 1.6 طيب كيف دي حسب ال S2 10 برضو في 1.6 1.6 شو صفت عندي الجواب 10 هلا 15 في 1.6 بيعطيك الجواب 24 فصفت عندي 10 زائد 24 طيب و 10 في 1.6 اللي هي 16 24 و 16 40 40 و 10 50 إذن فعليا محيط الشكل هذا عبارة عن 50 سانتي مرة ثانية لا تدقي كثير على العمليات الحسابية أنا بحسب بسرعة تمام اللي بقدر بسط لك بسط لك بسط لك الباقي تقدر تستخدم آلة حاسبة ما في مشكلة هذا الجزء 5 كيف عرفت أنه 5 15 ناقص 10 وهذا الجزء 5 كيف عرفت 5 15 ناقص 10 هذا الجزء طويل طلع 124 وهذا الجزء للجوا طلع 16 يمن حسب تنكل ما بعض طلع قديش طلع 50 تمام اتأمل الشكل واكتب ملاحظاتك لازم تكتب ملاحظاتك تمام تمام يا صديقي اوك ايش هجي هون عندي الان سؤال رقم 30 قطاع دائري مساحة 500 شو قانون المساحة الاريا تساوي نص R تربية فيتا هذا الحكي كله عبارة عن قديش عبارة عن 500 صح مضبوط يا أستاذ انسح الاريا هاي ركز دفي المعادل اضرب المعادل كلها في اثنين ليش عشان اخلص من النص شو رح يظل عندي R تربيع في ثيتا تساوي 1000 حلو بروز لهاي المعلوم صفت عندي R تربيع في ثيتا عبارة عن 1000 طيب نيجي المعلوم الثاني طول قوس و 20 شو قانون طول القوس R ثيتا قديش R ثيتا ب20 حلو برضو بروز دي هاي المعلوم تمام صار عندي معلومتين R تربيع في ثيتا 1000 و R في ثيتا بس 20 شو بقدر أسوي يلا أعطيك خمس ثواني عشر ثواني واحد ثنين ثلاث أربع خمس ستة ممتاز سبعة ثمانية تسعة عشر الر تربيع ثيتا يا جماعة مش هي نفسها R في R في ثيتا وتساوي قديش وتساوي 1000 هاي الر تربيع R تربيع يعني R في R في ثيتا 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 طيب والر ثيتا لوحدها بقديش بعشرين يعني بقدر أبدل هذا الجزء أحط مكانه قديش حط مكانه عشرين شو راح يظل عندي هون راح يظل عندي R والجواب عبارة عن كم عبارة عن 1000 ممتاز اقسم على 20 اقسم على 20 بالصف عندي ثيتا تساوي صفر مع صفر بروح 100 على 2 نص المية قديش 50 اذا هون الثيتا عندي طلعت قديش طلعت 50 تمام الثيتا اللي هون طلعت قديش طلعت 50 مرة ثانية قطاع دائري مساحت 500 يعني نص R تربيع ثيتا يساوي 500 ضربت في 2 كل المعادلة عشان أخلص من النص صف عندي R تربيع طول قوس 20 شو طول القوس R ثيتا R ثيتا 20 فبدلت R ثيتا هون فكيت R تربيع ثيتا فكرت R في R ثيتا و R ثيتا بدلت ها 20 قسمت على 20 على 20 طلعت الثيتا تساوي 50 وهو السؤال أصلا جد قياس زاويته بالرديان وطلع معي تجواب قديش 50 تمام يا سؤال رقم 31 وهون معطيك معلومة عن عالم من علماء المسلمين اسمه الجزري الجزري بقولك الجزري مهندس عبقري كيف العبقري في الرياضيات هو في الهندس العبقري في الهندس مسلم ولد عام 1136 وقد تمكن ابتكار أول مضخة مياه في التاريخ إذن أول مضخة مياه في التاريخ لمهندس مسلم واسمه الجزري تمام وهي الآلة التي أدت دورا محوريا فاعلا في الثورة الصناعية في أوروبا إذن أوروبا اعتمدت كثير على مضخة الجزري لإنتاج اللي هي عبارة عن الثورة الصناعية اللي قامت فيها تمام طيب نشوف السؤال هون شو بقولك استعمل العلماء عجلة مجداف طبعا المي لقياء سرعة التيارات المائية بيجيبوا هاي العجلة وبحطوها في التيار مجرى المياه نهر أو وإيش مكان يكون وبقيسوا كم لفه لفت العجلة هاي بناء على معدل الدوران أجد سرعة التيار مائي بالمتر لكل ثاني إذن بدو إياها متر لكل ثاني إذا دارت العجلة مائة دورة في الدقيقة ركز السؤال في عندك كلمة ثانية وفي عندك دقيقة بدك تنتبه للموضوع تمام علما بأن طول عجلة المجداف من مركز الدائرة إلى طرف المجداف يعني قاب بحكي له عن نصف القطر هو عبارة عن قديش صفر فاصلة بالعشرة متر طيب نيجي خطو خطو زي ما أقول أول إشي عندي مائة دورة هذا الحقي خلال إيش خلال دقيقة تمام الآن المائة دورة هاي المية الدورة الوحدة عبارة عن شو عبارة عن محيط الدائرة إيش محيط الدائرة اللي عنده هون اللي هو 2πR 2πR حلو على ما بدي دقيقة أنا بدي ثاني فبالتالي مضطر أحولها لستين ثاني مرة ثاني مائة دورة الدورة الوحدة 2πR الدقيقة 60 ثاني طيب ليش هيك طلب لأنه طلب مني متر لكل ثاني طيب قديش نصف القطر أصلا قال لك نصف القطر أصلا اللي معطيني هو عبارة عن 0.2 بالعشرة يعني بقدر عوض هون 0.2 بالعشرة أو 20 هي نفسها متر إذن صف عندي مية في 2 في باي في 20 في المية 60 طيب شوي شوي المية يمن أضربها 20 في المية شو يعني 20 في المية يا شباب 20 في المية يعني 20 على مية فبقدر ألغي المية مع المية ويصف عندي 20 إذن 20 في المية يعني 20 على مية تمام مع المية هاي اللي هون بتروح بيظل عندي 20 20 في 2 باي على 60 20 في 2 يعني 40 باي على كم على 60 اللي هي 60 ثاني بروح الصفر مع الصفر بقسم على 2 فوق وتحت شو بيظل عندي الجواب 2 باي على 3 2 باي على 3 طبعا إيش هاي ريديان تمام الموجود عندي يعني 2 باي على 3 ريديان الباي هون هي باي ريديان إيش الوحدة متر لكل ثاني إذن مرة ثاني مية الدورة في الدقيقة مية الدورة الوحدة 2 باي الر الر معطيني إياها 2 بالعشرة خليتها على دقيقة 60 ثاني حولتها لثواني هنا بالمتر هنا بالثاني هنا الجواب بالمتر وهنا الجواب بالإيش صار بالثاني تمام مية في 20 في المية صفة عندي 20 في 2 باي يعني 40 باي على 60 صفر مع صفر ويروح ويروح اقسم على 2 على 2 2 2 باي على 3 متر لكل ثانية هيك أنا بكون طلعت إيش سرعة التيار المائي كيف طلع مائي طلع 2 باي على 3 متر لكل ثاني تمام يا شباب تمام وصلنا لعند سؤال 32 سؤال 32 مع بقية الأسئلة رح تلاقيها بإذن الله تعالى في المقطع التالي انتقل معي مباشرة للمقطع اللي بعده